انا زمان كنت ألعب مينكرافت على البي سي لكن كان فيه مشكلة واحدة بس وهي انه الاف بي اس ما يطلع فوق العشرين انا ما كنت ألعب لا كنت أشوف شور في الساسة من كثر الليك ففشخت ام البي سي وشويت كل شي يقولون عليه في اليوتيوب مثل انه تقليل الشرنكس وتخذب في التقليلات ركول من البي سي تحذب في الدسكورد يسووا لك اي اشياء اخترعونها من مخهم وما ساء الله الاف بي اس لأ ما زاد لأ سرقل اسم الاف بي اس ما عاد فريم بير سيكند لأ سيكند بير فريم كل خمس ثواري بيعطيني صورة فريم واحد من زد انا كنت أتعذب وقتها صرت معوق من كثر الليك لكن سويت طريقة مو كثير الناس بيعرفوها تخلي فريماتك تشير من سبعة وعشرة فريمات الى مية فريم واكثر ودي الطريقة ما راح تلقى لها شرح اخر في اليوتيوب اه اظن ممكن تقوم عندهندي عادي فاليوم راح اعلمكم طريقة زيادة فريمات وتخفيف الليك حتى ما تتعذب زي اما انا تعذبت زمان فقبل ما يبدأ الفيديو لايك استراك ويلا لاتس جو طيب الحين اول شي هو انا راح نعمل هذا المود اللي اسمه مود جوديوم هذا المود راح يخلي لك الاف بي اس اعلى بكتير زي ما قاعدين نقولولك هنا في بنسر ميكس هنا مثلا لو انت عندك اي ام دي فرح يخلي لك من اربعة وثلاثين اف بي اس الى ميتين اف بي اس هنا لو عندك كمان انتل فرح يخلي لك من خمسين الى ميتين وكمان لو عندك اي ام دي رايزن يعني كثير اشياء المهمة رح يطور لك من الاف بي اس واينا كمان مجربها وطورتلي من الاف بي اس حتى لو عندك اي ام دي رايزن و انفيديا وانتل اتس دي بيخلي لك الاف بي اس اعلى طبعا انا مجربه وزيتلي في الاف بي اس طيب الحين كيف راح تحمله طيب الحين زي ما قاعدين نشوفون هنا هنا في ترد فيرزن سوي عشان نشوف الاجدارات الكل والحين انت تنزل وتحمل المود الخاص بالاجدار بتاعك مثلا انا العب مينكرافت على اجدار 1.2.1 انت راح تلقى هنا يعني رقم الاجدار تضغط عليه وتحمله تمام نضغط هنا وتستنيه شوي وبكذا راح تحمل معه والحين كمان فيه كمان زي سوديوم اكسترا هو زي السوديوم لكن فيه اشياء خاصة كمان يعني اشياء جديدة واضافات جديدة طبعا هو نفسه بس كمان راح يزيدك الاف بي اس اكثر كمان تمام عشان تحمله كمان نفس الشي زي ما شوينا في السوديوم القديم هو انك تمشي هنا في ترد فيرزن طبعا فيه كثير اجدارات من 1.2.4 الى 1 فيه كثير اظن فيه حتى اجدار 1.16.2 هذا يعني اخر اجدار يعني اول اجدار بالكل وهذا هي اخر اجدار 1.20.4 طبعا احنا راح نحمل 1.20.1 اها هي موجودة هي 1.20 تمام تحملها وتسوي كمان داونلود نفس الشي ورح يتحمل معاك والحين اجينا الاهم شيء وهذا الشيء هو انك راح تسوي تمشي الفابرك هنا راح تحمل فابرك تسوي هنا داونلود فور ويندوز تستنى سوية عسين يتحمل طيب احنا الحين تحمل معنا الحين تسوي لازم تفتح الفابرك تستنى سوية عسين ينفتح طيب الحين انفتح معنا الفابرك الحين راح تنزل هنا وراح تسوي اه داونلود للاجدار اللي انت تلعب فيه ماينكرافت انا 1.20.1 كذا انت لو فيك كثير اجدارات حتى اجدار 1.14 المهم انا 1.20.1 تستطيع تسوي الحين انستال طبعا لما تسوي تحميل فراح هذا المود هو الفابرك هو مود مسهور وراح يخلي لك المودات الكل تنسلق يعني تضبط مع بعض بفضل الفابرك اكيد فنستنى سوي ما راح يطول اكيد 75 years later يلا يا عم الزف تخلص 2000 years later اوكي واخيرا تحمل عنا الفابرك ما طولش يعني طول بس السنة كاملة اوكي الحين راح نسوي لها اوكي والحين اه تقفل ذي طيب والحين راح نمسي الهنا فابرك اي بي كمان هذا فابرك زادة مهم لازم تحمله تمام سوي هنا view all هنا عشان نسوي لازم نسوي view all تمام وتسوي هنا all game version وتسوي هنا كل عادة اجدارك اللي انت قاعد تلعب فيه تمام تضغط على اول واحدة ذي وتسوي لها هنا download طبعا معلومة لازم minecraft تكون مقفلة لما انت تسوي ذي الخطوات زي انك تحمل الفابرك لازم تكون مقفلة لو تكون مفتوحة فقفلها minecraft اوكي واخيرا الحين سويت فولدر خاص بالاجدارات اللي احملتهم طبعا ما تحتموش للباكراوند عشان او ادري باكراوند زفت بس عادي تمام الحين بعد ما زمعنا كل دول المودز هو انه صوديوم العادي صوديوم اكسترا وفابرك اي بي الحين لازم تسوي windows مع عرامة علامة ار تمام لازم تكتب الباب اب داتا كذا تسوي لها اوكي تمام والحين تمشي لفولدر minecraft تضغط عليه وراح تبحث على ما كان اسمه مودز طبعا لو انت ملقيت مودز فلجم انت تسوي واحد جديد كيف راح تسوي واحد جديد انك تسويه كذا نيو وتسوي دوسية وتكتب عليه مودز بس انا اصلا عندي مودز طبعا لو انت عندك كمان مودز بس ما تعرف شوينا فاثغط هنا سوي بحث واكتب عليه مود وطبعا راح يطلعه لك اهوا كذا الحين راح انا فرخته الحين راح اضيف عليه هذول الموديات اللي انا قاعد نستعمل فيهم بتاع ال FPS تسوي لهم كذا اول وتحطهم هنا في المود اوكي خلاص واخيرا اتضافوا طيب الحين اللي راح تسويه هو انك راح تفتح مينكرافت واعيدها لجم مينكرافت تقفلها والحين تفتحها تمام فنحن الحين راح ندخل لمينكرافت ونشوف التغييرات الحين اول شي لازمك تسويه هو انك تضغط هنا تسوي اوبسنز ياب تمشي الفيديو سيتنز وتسويه هنا طيب هنا اول شي ذي ثمانية لازمك تخليها على اقل اربعة او اقل تمام ذي اول شي لازمك تسويه عسين تخلي ال FPS على ذي في السيميليتر خليها اقل شي خمسة تمام هنا في الفي سين ذي خليها اوف تمام ممكن تلقاها اون او ابتبتف خليها اوف الحين ماكس فريمز تمام الحين خليها ماكس فريمز اللي ميتد اعلى شي طيب وطيب والحين تمشي الى كوليتي ذي في الكوليتي الجرافيكس راح تخليها فاست سريعة الكولودز اللي راح تكون فوق خليها اه سيلها يعني تمام ذي لازمك تخليها دي ما فاست ذي فاست وذي فاست وذي فاست وذي لازمك تسيلها ذي اللي اسمها اونتيتي ساديوز تمام طيب والحين لحين في ادفانسد ذي لازمك تخليها راح تلقاها ثلاثة لازمك تخليها اربعة اربعة بس عشان راح تجل لكم ال FPS طيب والحين تمشي الى animesn ذي اهم شي اهم شي اهم شي اهم لازمك تخليهم اول ذي لازمك تسيلها تمام والحين لازم تمشي الى par disciples وذول اول لازم نتسيلهم طيب والحين تمشي الى details بعد ما سويت ذي off تمشي الى details ورح تخلي ذي sky هو انو السماء راح يخليك السماء زي مزيانة مدري ايه سوي لها اوف ستارز كمان سوي لها اوف سون سامس المطر البيوم الوين زي كمان الشحب تسوي لهم كلهم اوف تمام والحين ذول الحين رح تمسي الى هنا البنتينج سيلها لو انت يعني ما تحتاج الى صور ذي ذوك البنتينج زي موجودة حين في الصورة لو ما تحتاجهم فخليهم سوي لهم اوف تمام وكمان في ذي كمان سوي لها اوف ذي بتاع انيميسن ذي كمان تسيلها وباز طيب طبعا في كمان ساي مهم مرة وهي هنا انك تمسي الى اوف تخليها اوف وتسوي الحين ابلاي وبعد ما كملنا كل ذي فانت راح تلاحظ انو الاف بي ايز عندك زيد فانت سوفوا زربة والحين راح يتم تخييرك بين فيديوهين حلوين وكايسين مرأة ممكن يعزبوك ويلا الحين سوي